مرحبا أصدقائي اليوم سوف وصل الحديث عن الإزمة الواقعة بين الهند وباكستان وكما كان متوقع الهند هددت برد وباكستان الآن متأهبة لهذا الرد وزير الدفاع باكستاني قال أنه مستعد للحرب مع الهند ولا تعبطوا مع باكستان وكذا يعني مشاكل تزيد بين هذه البلدين لكن قليلا ما نقوم بهذا التساؤل هل ممكن للهند أن تغزو باكستان وحتى تربحها في الحرب سأعطيكم فيما بعد إحصائيات الجنش الهندي وباكستاني ونشوف الفرق بين هذه الدولتين طبعا دولتين كلهما قوي من ناحية العتاد من ناحية القوة الفردية وحتى عندهم قوة نووية الاثنين الهند كانت قوة نووية من زمان ثم بعدها باكستان باكستان عندهم حوالي 140 رأس نووي ويمكن أن تشتعل الحرب في أي لحظة إذن أمر صعب صراحة هل يمكن للهند أن تغزو باكستان؟ وما هو ميزان القوة بين هذه البلدين؟ كما تلاحظون هنا الهند يعني عندهم رأس نووية يعني وباكستان أيضا باكستان كما قلت عندهم رأس نووية ممكن زائدة شوية كما تشوفون عدد الطائرات يعني الهند متفوقة في هذا الشيء وباكستان أيضا وعدد الدبابات يعني الهند عندها عدد كبير طبعا لكن يعني كما تشوفون قوة الفردية للجيوش الأكتف أو الجيوش اللي هي في هذا يعني النظامية حوالي مليون جندي بالهند و تقريبا نصف مليون أكتر شوية من نصف مليون بالنسبة لباكستان قوة كبيرة الصراحة يعني لهذا الصين وأمريكا وروسيا يتخوفون يعني ويحاولون أنهم يتجنبون لأنه باكستان والهند ما إذا وقعت حرب ستكون حرب كبيرة في الشرق آسيا وسيروح ضحاياها الملايين سيروح ضحاياها الملايين الهند وباكستان يعني من الدول التي تستورد الأسلحة من الصين من أمريكا وروسيا يعتمد السلاح الهندي أكتر على السلاح الروسي يعني سوخوي وميغ باكستان فتتمد على التسليح الأمريكي والصيني خاصة ويعمل لهم تعديلات هناك تعديلات على الدبابات هناك تعديلات على مثل أي دولة إسرائيل مثلا تعمل هذا الشيء إيران كل دول التي مهتمة بالحروب والسلاحة ودائما ما تحقوا تطور في سلاحها تعديلهم تعديلات كما قلت ترقبوا الحرب ومازال مزيد أظن أنه في هذا الأسبوع الهند لن تسامح الباكستان على العمل ما إذا قامت باكستان بهذا أنا أظن أنه باكستان هي من تعرف حروب الوكالة الآن حروب تقع بالوكالة الهند سوف ترد أظن بنفس الطريقة لعملات باكستان عملية تفجيرية في كشمير مثلا أو في أي بنك آخر في باكستان وإذا لم يحدث هذا فسيحدث قصف متبادل هذا هو المتوقع في هذه الحرب من الصعب أني أعرف من هو المنتصر من الصعب سوف نرى وهذا هو على السلامة